برغم إنها جميلة جدا إلا إنهم صنفوها شريرة السينما المصرية وكل أدوارها كان بتدل على كده رفضت فكرة الإنجاب تماما لإنها كان قلبها رهايف جدا وقالت كده في لقاءة تلفزيوني وقالت لهم ما بيكون كلبي تعبان أنا بقى ضعاية تولف حد كاتري ما بقى لكم بقى لو ابني اللي تعبان عشقت الجن وكانت تؤمن بالزار بشكل فظيع جدا لدرجة إن جرانها كانوا بيشتكوا من حفلات الزار اللي كان بتعملها بشكل يومي اللي ما تعرفوش إن هي كانت البطلة الأولى اللي مسرحيت إنها حقا عائلة محترمة بتاعت فؤاد المهندس وعملت كل المروفات لكن القدر ما أملهاش إنها تقوم بالعرض الأول ما تنسوش اللايك والاشتراك عندنا حكاوي جاية كتير قوي عن الفنانين سلام